سلام عليكم ورحمة الله و اهلا و سهلا بكم و بقناتي قناة طبخ من بغداد هلو كل الهلة بكم اليوم رح نسوي ماكرونة بالجبنة خطيرة وصفة سهلة سريعة بسيطة كلكم رح تحبوها ان شاء الله و رح تعتمدوها دائما قبل ما نبدي اذا كنتوا مشتركين بالقناة اتمنى تشتركون و تنورونه و اذا حبيتوا وصفتنا لهذا اليوم لا تنسوا تخلونا لايك من ايدكم الحلوة نقول بسم الله و نبدي اول خطوة نسويها رح نسلق الماكرونة بالطريقة الاعتيادية كمية وفيرة من المي و شوية ملح و شوية من الزيت زيت زيتون زيت عادي حسب رغبتكم شكل الماكرونة ايضا حسب رغبتكم رح اسلق الماكرونة نصف سلقة و كل نوعية ماكرونة دائما تكون مكتوبة على العلبة مالتها او التشيز الوقت المحدد على مود تستوعدكم الماكرونة مية بالمية فدائما اخذوا هذا الوقت اقسموه على اثنيا على مود تسلقون الماكرونة نصف سلقة وتقدرون أيضا طبعا تفحصوها بإيدكم وشوفوها إنه انسلقت على النص أو لا بعدين اصفوها من المي الحار تغسلوها بمي بارد وتتركوها على جنب أنا سلقتها تقريبا خمس دقائق إلى ست دقائق مو أكثر رح ننتقل هسة لتحضير الصوص مالتنا الرهيب عندي هنا شوية من الزبد ويا حبة بصل صغيرة قطعتها ناعم وفص واحد من الثوم رح نحمس هسة البصل والثوم إلى أن يذبل عندنا البصل رح نحمسه أكيد بالزبد يطلع طعمه خرافي إذا معتكم زبد أكيد تقدرون تستخدمون الزيت النباتي هسة ذبلويان البصل وصار لونة بهشكل هذا اللي دا شوفو رح أضيف حبة طماطا كبيرة قشرتها وهرستها باستخدام محضرة الطعام قلبت الطماطا شوية بهشكل هذا اللي دا شوفو هسة رح أضيف نصف مكعب من مرق الدجاج ماجي اللي مايحبي يستخدمه أكيد تقدرون تلغو أو تستبدلوا بمرق دجاج أنتم سويه بالبيت رح أضيف رشة من الأوريغانو اللي هو نوع من أنواع الزعتر ورشة من الفلفل الأسود رح أقلب المكونات مع بعضها شوية بعدياً أنزل عليها صوس الطماطا استخدمت آني هذا الصوس الجاهز تكون النكات ماتة كلش طيبة متوفر هو بكل الأسواق والسعر جداً مناسب إذا ما متوفر عدكم فتقدرون تستبدلوا بملعقتين طعام من معجون الطماطا ويا ملعقة طعام من الكتشب ورشة من أي نوع بهارات أنتم تحبوها خففوها بشوية مي أو مرق دجاج إذا عدكم واضيفوها كبديل عن هذه الصرصة لكن إذا قدرتوا أكيد تحصلون هاي الصرصة أو شي مقارب إلها فالطعام وياكم رح يطلع خرافي وجداً جداً طيب رح أضيف كمية بسيطة من الملح لأن الصوس بملح ومرق الدجاج ماجي أيضاً بيها ملح فما ضفت كمية كبيرة من الملح ضروري تنتبهون للأشياء اللي تضيفوها على مود ما يصر عدكم الطعم طاغي بزيادة ضفت أيضاً كوب من كريمة الطبخ استخدموا أي نوعية تعجبكم ضفت آني كوب من كريمة الطبخ وصار عدنا صوس خورة في كلش كلش طيبة هذه الصرصة وما تحتاجون وضيفون وياها اللحم إذا أكيد حبيت وضيفون تقدرون وضيفون مثلاً صدور دجاج لحم مثروم مكعبات لحم مسلوقة وجاهزة مجرد وضيفوها وياها الصوس يعني إذا حبيت وضيفون لكن هي بهي شكل هذا صدقوني خورة فيه واقتصادية وطعم كلش كلش طيب تركت الصوس على نار هادئة تقريباً 5 دقائق مو أكثر مجرد عدنا الصرصة تتسبك وصير روعة هس رح أنزل عليها الماكرونة اللي سلقناها ورح نقلب الماكرونة وياها الصوس وبعدين نغطي الجدر ونترك على نار هادئة تقريباً 10 دقائق ربع ساعة على موض الماكرونة تكمل الاستواء مالتها وتتشرب هاي الصرصة الطيبة اللي سويناها وما أحشي لكم الروائح الطعم اللي رح يسرعتكم فالشي خرافي بعد أن تركت الماكرونة على نار هادئة تقريباً ربع ساعة هذا صار شكلها استوت بالكامل وصارت روعة هالسا عدكم خيار أما بهاي المرحلة تضيفون أي نوعية جبن أنتو تحبوها مثلاً موتزاريلا، قشقوان، بارميزان بهاي المرحلة تقدرون وضيفوها فوق الماكرونة وتخبطوها وصرعتكم معكرونة بالجبنة أو تخلوها بقالب بهاي شكل هذا أي بايركس أي قالب ما يحتاج تدهنوه وتخلوهم بالماكرونة بهاي شكل هذا وتخلوهم على سطح القالب الجبن اللي رح تستخدموه مثل ما قلت لكم موتزاريلا، قشقوان، بارميزان حسب رغبتكم رشة بسيطة من الأوريغانو ورح ناخذ القالب للفرن رح نشغل علي الشوايا العلوية فقط إلى أن يذوب عندنا الجبن وياخذ هذا اللون الحلو لا تحمرون الجبن بزيادة بهاي شكل هذا كلش حلو مجرد يشوفوا اللونة بدأ يتغير خلص، طلعونا القالب من الفرن واستمتعوا بأطيب طعام يعني الناس اللي تحب الماكرونة مثلي وتحب الأشياء اللي بيها جبن هاي الوصفة لكم لا تفوتوها، جربوها وإن شاء الله تاكلوها ويا أحبابكم بألف صحة وعافية من أسهل وأطيب الوصفات لتحضير ماكرونة بالجبن أتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكم ولا تنسون إذا جربتوا الوصفة دزولي الصور عبر وسائل التواصل الخاصة بالقناة وهس شنو يا جماعة وصلنا النهاية الفيديو مالتنا لهذا اليوم، يارب تكون الوصفة عجبتكم وحبيتوها، فالشي كلش سهل وكلش سريع تستفادون من عندها كواجبة عشاء أو حتى واجبة غداء كلش هيحبوها الأطفال وراح تعتمدوها إن شاء الله دائما رح نروح إحنا هسا نتفاهم ويا هذا القلب الخطير وسهمكم العافية ألتقي بيكم إن شاء الله الفيديو القادم، كونوا على الموعد ومع ألف سلامة